الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسده إليهم من عنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد أحد الفرد السمد الذي لا شريك له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى عليه نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال فاوت بين الناس في الخلقة والأرزاق والخصال وفاضل بين عباده في مراتب الكمال ذلك ليعلم عباده ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه وأنه يختص برحمته من يشاء ذو الطول والإنعام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أتقى الخلق لله وسفوته وأهداهم في المقال والفعال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك عليه ذا بالمناقب العلية وكريم الفعال أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأخلصوا له العمل فطوبى لمن أخلص عمله لله وابتغى إليه الوسيلة وأتقاه وأناب إليه وعمل به يحبه ويرضاه واحرصوا على المسارعة في الخيرات وحرصوا يا عباد الله على المسارعة بالخيرات والاستزادة من الباقیات الصالحات أيها الإخوة الكرام الله سبحانه وتعالى آمدر کے سرشتی کرتن ابنگتین آمدر جنو آنیک شجو کو توری کر دیتن جاتے کر سرشتی مدھے آمرا تار بھالو شرشتی بھالو باندہ تار بھالو شرشتی بھالو شرشتی بھالو باندہ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر